على جثث قتله يعتل إبراهيم رئيس سدة الحكم في إيران أخليت الساحة من خصومه الإصلاحيين وفاز على نفسه رئيساً في يوم التنصيب يتبهى رئيس بيديه الملطخطين بالدماء وتاريخه المليء بالعدامات الذي وافق على تنفيذها تحت عباءة القضاء وقتها كانوا يتراوحون بين خمسة آلاف إلى ثلاثين ألف سجين سياسي بحسب تقديرات منظمات حقوقية ومنظمة مجهد خلق المعارضة تمت تصفيتهم في سجونهم في العام ثمانية وثمانين من القرن الماضي بفتوى من القميني لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض سمتها المعارضة لجنة الموت كان رئيس أحد أعضائها الدائمين كان يختار ويقرر من يعدم ممن هم خضعين لأحكام قضائية أصلا بالسجن المذبحة وقعت في جل سجون إيران لكن أهمها في سجن إيفين الذي كان يأوي آلافا من المساجين السياسيين وهي المذبحة التي رفض آية الله حسن منتظري المشاركة فيها رغم أنه كان نائب الخميني والمرشح الأول لخلافته إنكم ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ إيران رفض فأبعد وعزل في عهد الخميني وفرضت عليه الإقامة الجبرية عام سبعة وتسعين في عهد خامناء لتشكيكه بمؤهلاته العلمية الآن يتذكر التاريخ ما اخترفته لجنة الموت التي خرج منها رئيسي رئيسا للبلاد متهما بالقتل رغم تدرجه في سلك القضاء حتى صار أعلى سلطة فيها الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله إبراهيم رئيسي المقرب من الخميني وخامناء والحرس الثوري سيتذكره التاريخ وهو يذرف الدموع على خامناء أمام جثمان قاسم سليماني شارك رئيسي في لجان مختلفة لقمع انتفاضات الشعب الإيراني وخلال الانتفاضة الطلابية عام تسعة وتسعين كان عضوا في اللجنة الخاصة للتحقيق في أحداث جامعة طهران وخلال انتفاضة ألفين وتسعة كان رئيسي في مسرح الجريمة مرة أخرى حيث شدد على أهمية صدور أحكام بالإعدام على معتقلي عام ألفين وتسعة كونه كان عضوا في لجنة للبت في إدانة المعتقلين في مارس ألفين وتسعة عشر تم تعيين رئيسي بأمر من خامنائه رئيسا للسلطة القضائية ومنذ ذلك الحين أمر بإعدام مئتين وواحد وخمسين شخصا في ألفين وتسعة عشر ومئتين وسبعة وستين في ألفين وعشرين وتم شنق العشرات هذا العام من بينهم نافيد أفكاري بطل المصارعة الوطني الذي اعتقل في انتفاضة ألفين وسبعة عشر وشنق بأمر من رئيسي وتحت رئاسة رئيسي للقضاء أعدمت إيران الصحفي المعارض روح الله زم بعد استدراجه والقائمة تطول